نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي يترأى السوازير الخارجية سامح شكري وفضى مصر في أعمال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز وذلك في العاصمة الأغندية كامبالا أوضحت وزارة الخارجية أن القمة ستعقد اليوم على مدار يومين في كامبالا على دوء رئاسة أغندا للحركة خلال الفترة من 2024 إلى 2027 لافتة إلى أنه من المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 120 دولة في فعلياتها أضافت الخارجية أن بدول أعمال الوزير شكري سيتضمن إلقاء كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسي بالإضافة إلى عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء لتناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة